موسيقى 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 أهلا أعزائنا المشاهدين أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور وقال الله ليكن نور فكان نور لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمه هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح نحن في هذا الأسبوع في ذكرى يوم العابرين احتفال يوم العابرين ونحن أيضا نحتفل معهم ونبارك لكل عابر جاء إلى يسوع المسيح اختبر غفران خطية واختبر الخلاص والحياء الأبدية والضمان الأبدي من خلال شخص الرب يسوع المسيح ألف مبروك عليكم يسوع المسيح إخوتي وأخواتي نحن نعيش في ظاهرة عظيمة جدا لم يسبق لها مثيل في كل التاريخ في هذه الأيام أو في هذه السنين في أواخر خلينا أقول من حوالي يعني عشرين سنة ابتدينا نشوف تغير في المناخ الروحي رغم الظروف الصعبة والقاسية في كل أنحاء العالم ولكن الله موجود الله هو الإله الحي القيوم ما زال يتواصل ويتفاعل مع البشر وبعدين شيء تاني اكتشفت أنه الله بحب شعوبنا العربية بحب شعوبنا الإسلامية ومشان هيك أحبائي في هذه الفترة الزمنية عم نشوف تغيير العديد وعندما أقول الآلاف هذا لا يكفي وعندما أقول عشرات الآلاف أنه عدد قليل عم نشوف ملايين من المسلمين الذين يعتنقون يسوع المسيح أو يأتون إلى يسوع المسيح كثير من المؤمنين أو الأغلبية عايشين بحياة سرية خوفا على حياتهم من الاضطهاد والمواجهات العائلية ولسيما في الدول المسكرة ولسيما في القرى والمدن اللي فيها ضغط عائلي على المؤمنين الذين آمنوا بالرب يسوع المسيح والعديد من المؤمنين بيسوع المسيح عم بيواجهوا كل أنواع الاضطهادات الجسدية والنفسية والفكرية أيضا بنشوف أنه ناس عم تفشل بالمدارس أو بيسقطوهم بالمدارس أو بيحاربوهم بشتاء الوسائل ليس لأي سبب آخر لكن لسبب واحد أنه هذا الشخص مسيحي وعم نشوف كتير ناس عم تضطهد من أجل المسيح وعم نشوف حتى العنف الجسدي على العديد من أحبائنا المؤمنين من خلفية إسلامية ولكننا نصلي من أجل الحرية وهذه الحرية هي عطية إلهية لكل إنسان كل إنسان إله الحق أنه يختار دينه مذهبه إيمانه واليوم كتير على فكرة يعني ملايين من الناس مش بس عم تيجي ليسوع المسيح ولكن ملايين أخرى عم تترك الإسلام وكمان مسيحيين عم بيتركوا الإسلام وبيتركوا المسيحية وعم بيلتجوا للإلحاد أو إلى الدينية وطبعا إحنا كمسيحيين لا نهدد ولا يعني نأمر بالقتل ولا نأمر أنه بحد الرد أنه شخص ارتد عن المسيح فعقابه الموت أو الاضطهاد أو أنه بيهرب إلى دولة أخرى بسبب إيمانه بيسوع المسيح ولكن بكل بساطة نحن نقول أنه كل إنسان يحق إله أنه ينادي بمبدأه ينادي بدينه وإذا كان دينه أو مبدأه هو بساعد الإنسانية والبشرية وبيعطي الشبع روحي لقلب وحياة الإنسان فليكن وإذا كان هذا الإيمان يعد بالغفران والخلاص والحياء الأبدية طبعا هذا لا نراه في أي ديان أخرى مع كل احترامي ولكن نراها بوعود أمينة صادقة مباشرة من شخص الرب يسوع المسيح ومن الرسل الأطهار اللي استمروا بالرسالة اليوم رح نسمع لبعض أصوات العابرين ورح نشوف إيه اللي غير حياتهم ولماذا يتميز المسيح عن سائر الأنبياء ولماذا تتفوق المسيحية على سائر الأديان ورح نشوف أحبائي هؤلاء العابرين أنه دفعوا ثمن مش بسهولة جاءوا للمسيح واضطروا أن يتركوا عائلاتهم وبلادهم أيضا ويتهموا بأعظم أو بأكبر تهمة الخيان مع أن هؤلاء العابرين بحبوا بلدهم وبيصلوا من أجل بلدهم وبيصلوا من أجل الملوك والرؤساء والحكام اللي ما منشوف أي شعب آخر بصلي بهذه الطريقة كما نراه في المؤمنين من خلفية غير مسيحية اللي آمنوا بالرب يسوع المسيح فنحن نعيش في أيام أنه الله عم بيتظاهر بيعلن عن ذاته بيعلن عن نفسه وبالحقيقة لا توجد قوة لأي إنسان لأنه لا أستطيع أن أضغط على أي شخص ولكن نحن نعيش بعصر الانفتاح اليوم الناس ولسيما الجيل الصغير بحب أنه يتحقق وهذا الكلام للجميع في كتير من الشباب المسيحي عم بيتركوا لأنه يمكن مش عم بيشوفوا الأجوبة المناسبة من رجال الدين ولكن أيضا العديد من المسلمين عم بيتركوا الإيمان لأننا نحن في عصر الانفتاح يستطيع أن يبحث يستطيع أن يأسأل ويستطيع من خلال الإنترنت وكل الوسائل التواصل الاجتماعي وكل الوسائل يستطيع أن يعرف الحق والحقيقة وهذا كله ليس كافي ولكن كل إنسان عنده جوع روحي حقيقي لابد إنه الرب يأتي إلى حياته مشان هيك منشوف كتير من العابرين بقولك ظهر للمسيح منشوف كتير من العابرين بقولك أنا شفت رؤية شفت أو حلمت بالمسيح أو اختبر معجزة أو إعلان أو اكتشاف وعندما يسمع إلى كلمة الله كلمة الخلاص تتغير حياته وهذا الشيء مش من برنامج واحد ولكن من برامج عديدة من خدام مختلفون كل واحد بيقدم ناحية بيقدم زاوية والناس عم تسمع الرسالة الكاملة والإنجيل الكامل وعم تيجي ليسوع المسيح ابقوا معي حتى نبتدي بعد قليل بالتواصل مع بعض العابرين ونسمع منهم شخصيا سأعود بعد هذا الفاصل سأعود بعد قليل أهلاً أعزائنا المشاهدين سأبدأ بالحديث في المكالمة الأولى مع الأخت مريم الأخت مريم عابرة من مصر ومريم على فكرة شاركت اختبارها وكان سبب بركة للعديد وأنا في شيء لمسني باختبار مريم هي جملة صغيرة وكانت عابرة ولكن لها وقع وأثر كبير بتقول أنه إحنا في هذه الحياة ترانزيت فإذن أهم ما في الوجود هو نفس الإنسان وعلى كل إنسان يبحث حتى يصل ويكتشف الحق أخت مريم أهلاً وسهلاً أنت معنا على الهوى مريم أهلاً يا أسيس أهلاً أهلاً أخت مريم ربنا يباركك وشكراً كتير وإحنا منقول مبروك إلك ولكل العابرين اللي بيشاهدونا ولسيما في هذا الأسبوع نحن نحتفل في يوم أو ذكرى العابرين وطبعاً أعطيني فكرة أخت مريم يعني في ناس بتفكر أنه يمكن أعداد قليلة ولكن بالحقيقة أنه أعداد لا نستطيع أن نحصيها ولا نعدها مظبوط يا أسيس الله يبارك في حضرتك يعني الفرح فرحنا لأن إحنا المسيح افتقدنا زي ما داود قال في المزمور أخدني من وراءة ضقن ده اللي بحس بيه بالزبط أنا كنت فين وبقيت فين الظروف ممكن تبقى كانت صعبة تجارب كتير بس معرفت المسيح ملهاش ثمن أنا بستشعر يعني زي النهاردة أنه هو يوم العابرين بستشعر لسه أول لحظة عيني فتحت فيها وتولدت من جديد كأنها حصلت مبارح أنا عرفت المسيح يوم 14 إبريل 2018 والحد الوقت بفتكر لحظة لما عيني انفتحت والفرح اللي حسيت بيه ولما قريت الكتاب المقدس وقريت بالقاية اللي بتقول السماء تفرح بخاطئ واحد يعود وبحس بفرح في السماء فعلا الفرح في السماء زي الفرح على الأرض زي الفرح اللي في نفسنا إن احنا نعرف المسيح مع إننا كنا بعاد قوي بشعر بامتنان كبير لأشكرك يا رب أنا مين عشان تفتقدني أنا مين إن أنا كنت في المسبلة وضعتني من المسبلة وأعطني فصة أشرف شعبك وعرفتني حيلك وعرفتني نفسك وعرفتني إنت إزاي بتحبني فأنا بشعر في كل لحظة بامتنان أيا كانت الظروف اللي احنا بنشعر بيها بس دايما انت قلت أسيس وزيما أنا بحس دايما إحنا في مرحلة ترانزيت الشاطر اللي يبقى عينه على النقطة النهائية إيه مش الترانزيت أخت مريم خلينا أسأل سؤال مباشر إيه اللي بيخلي المسلم يترك دينه ويأتي إلى المسيح لحظة أنا بقول مش المسيحية يأتي إلى المسيح علما علما أنه سيواجه الاضطهاد والرفض أيضا هو الإنسان أصلا مخلوق بطبيعته بفترته إنه هو متصل بأله يعني كل إنسان لأن إحنا يعني إحنا خلقنا بكلمة منه وروحنا دبت فينا بنفس منه فكل إنسان عنده بالفترة عايز يعرف مين هو الله عايز يتصل بأله حياته ما بتبقاش كاملة ولا الشبع بيكون كامل غير باتصاله بالخالق دي بالفترة فيعني بالنسبة لي أنا ما نزبش عليك أنا ما كنتش عارفة نفيه تمن للتبعية بس كان عندي رغبة محمومة لمعرفة الإله الحقيقي ومعرفة الإله الحقيقي جات لي لإن ما كنتش عندي سلام في الإسلام لإن تعاليم الإسلام كانت عكس فترتي السليمة الفترة السليمة جاية من إن أكيد ربنا ده حاجة أعظم من أبويا أبويا ده كان هو أول إحساس بالمحبة في حياتي حبني جداً وأنا حبيته وعيشت مدللة في حضنه فما بالك يعني تفكيري أنا إن اللي خلق أبويا أكيد أحسن من أبويا فما ينفعش أمسك الكتاب اللي أنا بتعبده بتعبد من خلاله ولاقي مثلاً إن أبويا السماوي أو الإله اللي خلقني بيقول لي مثلاً جوزي المستقبل يضربني طب أنا أبويا ما مدش إيده علي طب إزاي هو يدي كارت بلانش للرجل اللي حيكون جوزي إن يضربني أو مثلاً ليه ربنا بيقول لي أروح موت إنسان آخر بدافع إن هو عقدته مختلف عني طب هو الإنسان الآخر ده خليقة ربنا طب أنا لو أنا إنسان عندي يعني أنا مثلاً بصنع عشي لو أنا مثلاً بصنع تمثال سي مثلاً أنا عندي مصنع وبصنع تماثيل أنا مش عايزة حد يكسر التمثال بتاعي لأنه ده أنا اللي عملته فما بالك إلهي يعني هل الإله حيقول الإنسان موته بعض علشان خطري هو أنا ضعيف للدرجات دي مثلاً ما عنديش مثلاً أنا مش هقدر أدفع عن نفسي فبخلق إيه الإنسان إيه الإله السادي ده اللي يقول للناس أنا ده مش عجبني فموته لأنه عقدته مختلفة فأنا محسيتش بتمند التبعية أنا كنت عندي رغبة محمومة لمعرفة الإله الحقيقي وما استريحتش غير لما عرفته وأول معرفته عرفت طعم الشبعة لأنه زي ما الأيام بتقول النفس الشبعينة بتدوس العزل صحة فأنا محسيتش بالشبع الحقيقي في الحياة غير لما عرفت المسيح وفيه مساء فيه كوت بتتقال بالإنجليش what you own owns you فأنا كنت بحس إن أنا فعلاً لما تحس إن انت خلاص إنت أي شيء بتمتلكه في الحياة هو بيمتلكك فلما تحس إنك تحس إن الأشياء دي ما بتمتلككش أي مور تبتحس بالكوة لأن أنت عايش في حياة ترانزيت لحد الحياة الأبدية فأصبحت الحياة نفسها ما فيش حاجة تقوى عليك فيها ولا ممتلكات ولا أي حاجة لأن في الآخر أنت ملك للمسيح والمسيح ملكك الحياة كلها بأنك سلمت حياتك لي أخت مريم خليني كمان يعني بلاحظ على السوشال ميديا بالذات على الفيسبوك ولسيما لما شخص إحنا منحط فقرات يعني منقطع الحلقة كلها ومنحطها بشكل فقرات وبلاحظ هجوم كاسح فظيع ولكن اللي استغربت له من خلال الهجوم إنه ما بحبش الشخص يتعب إنه يبحث فمثلا لما أنت حكيت وفيه كمان أختاني حكت وفيه كمان أخ حكى دائما ردود الفعل كذابة أو أنت مش مسلمة أنت بتتظاهري أنه أنت كنت بالإسلام بس أنت لا بتكذب أو فلان وبستخدمه كلمات قاس يعني آسف إنه بقول هاي التعبير بس هذا اللي عم منقرأه في السوشال ميديا فيعني أسرع شيء للدفاع هو الهجوم ما تتعبش نفسك أضرب وخلاص وانت كأنه يعني وبالحقيقة إنه لا إحنا بنتكلم على عابرين آمنوا ودفعوا الثمن ومش لأي سبب آخر ولا إغراءات ولا أي زواج ولا طلاء ولا ولا بالعكس إنه يعني اللي أجل المسيح فيه دفع ثمن فيه إنكار الذات فيه حمل الصليب فيه اضطهاد ما فيش طريق مفروض شيء بالورد فشو ردك على هاي الرسائل اللي بيخبطوها هيك السريع إنه لا انت كذابة شو ردك عليهم صداني أسيس أنا شفت فعلا كان كومنت كده اللي بيقولدي أكيد مش مولودة مسلمة كنت عايزة أقول له يعني تحب أطلع لك الـ ID بتهاي عشان تصدق بس بس صدقوني يعني أنا 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 بفهم هما جايين من إيه المرحلة دي مرحلة دينايل ما حدش يحب يحس إنه هو وأبوه وعيلته كلها كانوا في طريق غلط وكمان عايشين تحت كذبة كبيرة الفكرة إن 1500 سنة من الأكاذيب اتزرعت في المنطقة العربية للأسف يعني ده يعني فيه وباء الحاصل 1500 سنة من الكذب الكذب اللي هو فيه برينووش حاصل من وهم صغيرين من وإحنا صغيرين أنا واحدة من الناس يا أسيس كنت يعني بحفظ قرآن في الجامعة يعني من وانا طفلة صغيرة كانوا بيلقنونا القرآن وإحنا صغيرين يعني أنا حافظة أقدر أقول خمس أجزاء من القرآن لحد الوقت يا فاكريهم وبقيت القرآن عرفها لأن فاميلير لي لأن أهلي كانوا دايماً بيشغالوا وإذعة القرآن الكريم في بيتنا فتخيل أن أنت طفل الطفل ده بيبقى شيء هش جداً تخيل أن أنت بتردعه مع اللبن بتردعه كلام أن أنت اللي صح ونحن خير أمتاً أخرجت للناس وبعد كده حد يقوله أنت غلط أنا بنزل يعني أنا أشكر ربنا ربنا يعني كريمني بأن أنا بخدم في الشوارع بنزل أكلم الناس عن المسيح وبشوف مسلمين هما هو ما بس محتاجين حاجة واحدة بس يعني هو ما بيدافع بيدافع أن أنا اللي صح لأنه هو التأقلم على كده أن أنا اللي صح ما فيش يعني لو واحد يفكر يقول طب شمعنا أنا اللي صح إيه جرانتي بتاعي أن أنا اللي صح هل أن أبويا وأمي قالوا لي أنت اللي صح فأنا كده خلاص طب إحنا خلاص سواء سماوات مفتوحة دلوقت ادخل وشوف اسأل أقعد مع إلهك وقول يا رب أنا بكل تدعو بقولك ممكن تقولي أنا صح ولا غلط وربنا أمين هما بس زينيتوا جيفة تتراي أقعد مع ربنا وسأله يا رب أنا صح لو أنا صح إيه لو إلهك بيسمع حيتشف لك إذا كنت صح ولا غلط لكن لو أنت مش واثق أن إلهك بيسمع يبقى أنت فيه عندك مشكلة لأنه مش معقول أنت بتسمع وإلهك ما بيسمعش مش معقول أنت بتستقبل وإلهك ما بيستقبلش يعني أنا إيمان أنه كل شخص يحق له أنه ينادي في دينه ولكن مش بالعنف ولا بالتهديد وأنا بعرف أنه في دول مفتوحة أو منفتحة أكتر من دول أخرى يعني إحنا تربينا بفلسطين معناش هذه العنصرية الكبيرة بين مسلم مسيحي بالعكس تربينا مع بعض وفي محبة ولكن طبعا هذا لا يلغي أنه كل إنسان إنه الحق يعرف بدون الإساءة طبعا ولكن كل إنسان إنه الحق وعلى فكرة مش بس أنتو يعني أنا كمية الشتايم وكمية التهديد والوعيد واللعنات والسخرية يعني أكتر من عدد شعر رأسي ولسيما كلما بستضيف شخص عابر من أجل المسيح أنا بصلي إنه يعني بقول الكتاب باركه ولا تلعنه وإحنا كل شخص بيلعن أو بيوصف بالكذب يوصفنا بالكذب أو بالشتايم أو باللعنات إحنا منردها إنه باركة عليك وعلى أسرتك وعلى حياتك سؤال أخير أخت مريم الناس اللي عم بتشاهدنا حاليا ولا دول جماعة محتفلين بيوم العابر إيه الرسالة اللي عاوزي توصليها لربما حد من عيلتك عم بشاهدك وطبعا أنت بتحبيهم تحبي بلدك تحبي الناس إيه الرسالة اللي أنت عاوزي توصليها أنا عايز أقول لهم إن أنا بحبك وقوي لكن أنا عملت حقي طبيعي ربنا خلق لي عقل عشان أفكر بي ممكن تكون قراري ما كانش حلو بالنسبة لك ممكن تكون أنتوا كمان تقلمتوا بسبب القرار اللي أنا أخدته الألم كان في النحايتين لكن أنا لسه بحبك وفي نفس الوقت ربنا المسيح قال فتشوا الكتب أنا كل اللي عملتوا لأن إلهنا الخلق السماوات والأرض ده ده حاجة عظيمة قوي ده حاجة كبيرة قوي مش معقول يكون خلق لنا عقل ويقول لنا ما تفكروش أنا فكرت وصليت وربنا كشف لي زيته عشان كده أنا اتبعت المسيح حب أقول لكم حاجة واحدة بس حياتكم الأبدية تستاهل أن أنت تعودوا بكل تواضع وتسألوا الإله الحي اللي أنتوا عارفين أنه هو حي الإله الواحد تسألوا يا رب ماذا تريداني أنا أفعل يا رب اكشف لي ذاتك حياتكم الأبدية تستاهل الأكل الشيهات اللي احنا خدناها من جدودنا ومن جدود جدودنا مش هتنفعنا بعد لما نموت بعد لما نموت حنقف قدام الإله الحقيقي حياتكم تستاهل المسيح قال أنا هو الباب أنا هو الباب بالألف واللام يعني ما فيش باب غيره المسيح قال أنا هو الطريق أنا هو الحق أنا هو الحياة المسيح موجود في قرآنكم اقروا القرآن هتجدوا المسيح لأن أنا وجدت المسيح لما قريت في القرآن كويس ليه المسيح مميز ليه المسيح هو الوحيد اللي حييجي مرة تانية للمسيح هو الوحيد اللي إبليس ما قادرش يلمسه لحظة ميلاده كل ابن آدم لمسوا الشيطان ساعة ولادته معادل مسيح ابن مريم محمد قال كده لأن محمد ما يقدرش يجزل وين تكمزل المسيح ما يقدرش يجزل فالمسيح يستاهل يستاهل أنه حياتكم الأبدية لو مش خايفين على يعني اخافوا على حياتكم الأبدية يعودوا وسألوا نفسكم يا رب أنت فين وربنا كفين يقول لكم هو مين آمين آمين شكرا كتير يا أخت مريم ربنا يباركك وكل عام أنتوا بخير وربنا يباركك ويستخدمك أكتر وأكتر شكرا يا أخت مريم شكرا لإلك عاوز أقول شيء مهم جدا أنه اليوم نحن نتكلم على أفراد نحن نتكلم على كنائس على مجموعات في كل الدول في كل بلد في كل دولة في كل مدينة في كل قرية في اجتماعات من العابرين ومش بس اليوم معظم الخدام أو العديد من الخدام من القساوسة وخدام الكلمة سواء على الميديا على التيفي على الفيسبوك كلها من العابرين وصدقوني أنا دائما بقول أنه بعد قليل رح تكون الكنيسة اللي من العابرين من خلفية غير مسيحية رح تكون أكثر من الكنيسة الأصلية أو التاريخية اللي يعني اللي اليوم طبعا برضو عددها قليل في الشرق الأوسط شمال أفريقيا ولكن الكنيسة رح تزداد من العابرين فنشكر الرب من أجل هذا الموضوع إذا فيه كمان يعني من العابرين بحبوا يتواصلوا أهلا وسهلا فيكو مين معنا؟ أهلا يا سيزة زيك أنا إناس أهلا 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 يا أخت إناس أهلا وسهلا أهلا وسهلا كيف الحال؟ رب نيباركك رب نيباركك تعيش الرب صالح رب نيباركك يا أخت إناس تفضلي الرب صالح جدا وبيعمل عمل عجيب وعظيم في أماكن كثيرة يعني انت عارف موضوع المتنصرين ده كان خطر حتى أن الواحد يمنشن لكن دلوقتي أني يبقى فيه يوم معتبر للعابرين ده في حد ذاته يعني نشكر ربنا نشكر ربنا أخت إناس يعني طبعا أنت عبرت ليسوع المسيح خليني بشكل مباشر إيه اللي جذبك أنه تيجي ليسوع المسيح بس الكتاب يقولي الذين سبقوا فأعرفهم معينهم أنا آخر ما كنت أتخيل أني أبقى في يوم من الأيام مسيحية ولكن الله صالح ويعلن ذاته للي يقوم طريقه أنا طول عمري كنت أخاف الله بس أنا الله الله اللي بعبوده لحد ما حصل يعني النفوات المعين كان عندي شك فبدأت أسأل يا رب انت فين لما الرب يعني وراني ذاته بص فيه تغيير ما بيحصلش غير بإيد المسيح ده اسمه تبديل للقلب ده أكتر حاجة أقدر أقولها مع كل حبي وتقديري طبعا لأخواتي المسلمين اللي أهلي لسه منهم مهما كان العمل والعبادة والتقدية والنك تحاول تجمع حسنات ومش عارف إيه ده كله بيبقى زي ما يكون من برة زي ما يكون لابس هيدون جميلة أوي هيدون حلوة أوي منضيفة بس يعني سوري كده من جوة يعني مش صح أنا مقصودش إن حد وحش مش قصدي عايز أقول إن تغيير الإنسان ليصل للسورة عينها ده ما بيحصلش غير لما الرب يمد ييده يغير القلب اللي هو خلقه خلي بالك أنا برضو مهما قاعد أقول اللي ما تغيرش مش هيحس اللي حسك ده اللي كان أعمى والآن يبصر لكن أنا ما قاعد أقول للناس اللي مش شايفة ده النور لونه كذا مش هيحس مش هيفك كل اللي قدر أقوله لأي حد بيسمع لو عندك واحد في المية ربع في المليون إحساس في قلبك إنك عايز تعرف الله أكثر افع وشك للسماء وقوله يا صانع السماء والأرض اعلن لي عن ذاتك الله قد كده قريب وقد كده وقد كده معلش هتجاوز وقول بسيط وبتلكك عشان يكرم البني آدم ويعرفه على ذاته بعد كده بقى التغيير مش بيبقى يعني إيه واحدة وحدة واحدة إفغار فاكة وأنا أملأه بعض الناس تغيير معاها بيبقى بسرعة أسرع من آخرين ولكن كل يوم في تغيير أي أن كان هذا التغيير لكن كل يوم في تغيير كل يوم من مجد إلى مجد يعني كما من الرب أخت ناس إيه اللي اكتشفتي في يسوع المسيح كشخص أو شخصية متميزة عن أي ديان أخرى هو أولا برضو تاني مع احترامي للناس اللي بتقارن أو ما نفعش يقارن يعني فيه مقارنات بس معها كتير محمد ويسوع ما نفعش يا جماعة ما نفعش أقارن الله الخالق بأي حد تاني فأنا هرد على السؤال لكن مش مش في حد تاني لا أنا هرد على السؤال ده اللي في يسوع تقدر تقول كده إيه وأنا مش بقول الكلام ده يعني لا تفقيم ولا بدعايا بس تقدر تقول كده ملك بسيط مدرس قريب جدا صديق حاضر فيه علاقة شخصية فيه علاقة شخصية يعني زي ما يكون معايا رقم تلفونك وفي بيننا علاقة شخصية أقدر رفع التلفون وأكلمك فأنت تعرفني فبترد علي فعلاقة شخصية زي ما بيقول الخواجات انتمسي كده مع احترامي للديانات الأخرى هتكلم على الإسلام لأنه هو ده اللي أنا كنت فيه بيبقى فيه علاقة مع ربنا وكل حاجة لكن فيه حدود ما ينفعش البني آدم أو العبد لأن البني آدم عبد لله ودي حاجة في الإسلام كويسة يعني أنه يبقى عبد العبد ده ليه حدود ما يتطولش عليها في حاجات ما يسألش فيها لازم يعرف أنه هو عبد وأنه ضله فحتى ما تيجي تصلي مثلا كنت أصلي مثلا فأطلب من ربنا حاجة أقول له يا رب طبعا عشان خاطر حبيبك النبي مثلا يعني تمام الموضوع مع رب يسوع مش كده لنا ثقة لنا ثقة ثقة إحنا لينا إحنا إن إحنا ندخل لي داعين وقائلين آبا أنت متخيل الناس الملكة إليزابيس الله يرحمها الناس قد بتروح تقبلها كان المفروض إنه فيه بروتوكول معين عشان تقبل الملك وحتى في طريقة الوقفة لازمش عارفة ينحيني إزاي ويعمل لكن مع رب انت بتدخل تتكلم إليه طبعا بكل خشوع واحترام لكن بلا حائل أب على فكرة أنا عن نفسي واحدة من الناس أخذ الموضوع معايا فترة طويلة جدا على ما بقيت أجرؤ من جوه إن أنا وصابه وإنا بصلي حتى أقول له آبا كان بالنسبة لي دي يعني لا رب آه أنا جيت لك وكل حاجة بس برضي يعني المقامات محفوظة يعني انت فاهم الإحساس البنية ده مما بيبقى تربع على حاجة معينة صعب تأشرها في يوم وليلة ويعود المجدد للرب أنا فاكرة أن أنا في مرة في سنة 2013 كنت بصلي وأنا بصلي تلعت مني كده وقالت له آبا والرب الرد علي وقال لي دي أول مرة تدعيني أبا فإذا تفرق معاه هو كمان أنت معتبر فعلا ومصدق أنه أب ليك ولا لأ بتفرق جدا بتفرق جدا مع الرب بتفرق جدا أن أنت مثلا في أولادك واحد منهم يجي متعشم أو يجي متيقن أن أنت سمع له لأنك بتحبه مش سمع له علشان مثلا هو عمل ده حلو ده وحش يعني علاقة ده كل اللي أقدر أقوله علاقة أخت ناس طبعا أنت اختبرت الرب من فترة ولكن خلينا أسألك اليوم في كتير ناس بيشاهدونا في ناس عندهم القناعة يعني كتير من أحبائنا المسلمين عندهم القناعة العقلية بيسوع المسيح بيعرف أنه شخصية متفوقة بيعرف أن المسيح لا يقارن ولكن حتى هذه اللحظة لم يؤمنوا به قلبيا طبعا لأسباب كثيرة إيه ممكن الرسالة لتوصليها للناس اللي اللي عم تسمعنا بصي حضرة الأستيس عشان أكون أمينة إن لم يبني الرب البيت باطل تعب البنائيين إذا أنت عندك لازم يكون الإنسان أسربنا بيحترم إرادة الإنسان جدا للأسف للأسف فلازم يكون الإنسان بإرادته عنده من جوة حاجة أو يعني العرب يروح هو عاوز عاوز اجتياء إنه يعرف الله الحقيقي أو إنه يعرف الله الحق أو إنه يعرف الله أكتر إذا عندك الاجتياء هذا قوم طريقك أمام الله بضمير الإنسان بضمير الإنسان العادي اللي إحنا عارفين المغروس في قلوبنا ورفع عينك للسماء وقول له يا رب بس وريني ذاتك يا إله إبراهيم وريني ذاتك إبراهيم يعني كل الديانات وخصوصا المسلمين عارفين المؤمنين بالزبط يا إله إبراهيم يلي كنت تتكلم لإبراهيم في أيام الجاهلية إذا كان الله كان يتكلم لإبراهيم أيام الجاهلية قبل ما يبقى حتى فيه نور الله هو هو ما بيتغيرش والإخوة المسلمين الأعزاء عارفين إن الله صر مضي من الأسماء الحسنة ثابت ما بيتغيرش يفع عينك لفوق كده وقول له اعلن لي عن ذاتك هو هيعمل عجبا هو ممكن يكلمك برؤى في الليل وأحلام هو قادر بس قوم طريقك قوم طريقك واطلبه من القلب آمين آمين أخت إناس فعلا ربنا يباركك وألف مبروك عليك المسيح كل سنة وانت سالمي وربنا يباركك ويبارك أسرتك ويبارك خدمتك أيضا شكرا جزيلا أحباء شخصية المسيح شخصية متميزة شخصية فريدة شخصية متفوقة جدا عارفين يسوع المسيح ولد من عذراء ولادة عذروية يسوع المسيح هو الوحيد بلا خطية لم يفعل خطية منزه عن الخطية كامل قدوس يعني منفصل عن الخطى كامل شئ ثالث المسيح تمم مئات من النبوات فيما جئه الأول وفيما جئه الثاني أيضا هاي نبوات استحالة تم واحد أو تنتين في شخص واحد فكون النبوات التم في شخص واحد هذا اندل على شيء بدل الله ساهر على كلمته ليجريها وإنه شخصية المسيح شخصية غير عادية جاء إلى علمنا بشكل غير عادي ولكن ولد من عذراء شيء رابع المسيح هو الوحيد الذي نقول عنه إنسان كامل بلا خطية إله كامل أنا بعرف أنه كثير من أحبائنا مشاهدينا لا يستسيغ هذه الفكرة فالمسيحية تقدم الله كثالوث قدوس الآب والإبن والروح القدس الله الآب له وجود ذاتي الله الإبن هو كلمة الله الناطق العقل الإلهي والروح طبعا روح الله فإذا لا أستطيع أن أعبد إله مجرد بيعلن عن صفاته في وقت معين فهذا ليس إله وليس كامل فهو إله كامل يتطور مع الزمن ولكن منذ الأزل الله له وجود ذاتي له كلمة في عقل وكلمة وروح أيضا فإذا استحال أعبد إله ما عنده حياة صعب أعبد إله ما هوش كلمة ناطق يستطيع أن يقول كن فيكون أقصد يسوع الذي يقول كن فيكون وهكذا أحبائي الكتاب قدم يسوع أنه المحبة المتجسد أنه نور العالم تعليم المسيح ليس له مثيل معجزات المسيح خارقة معاملات المسيح متفوقة انظر كيف تعامل مع الأعمى كيف تعامل مع الخطاء كيف تعامل مع حتى الأعداء كيف تعامل مع كل نوعيات الناس مع الأطفال مع النساء مع الزانية مع كل نوعيات الناس كانت معاملات لطيفة متميزة جدا ثم أحبائي ولد المسيح لكي يكون المخلص والفادي أيضا وهذه الكلمة لا تطلق إلا على الله الله هو المخلص بحسب العهد القديم عدة آيات في هوشع في إشعياء إن الله هو المخلص فإذن العهد الجديد يقول عن يسوع أنه هو المخلص والذي يخلص من الخطية الناس تعبت أجو أنبياء كثيرون وكلمات كثيرة سعم وكل أنواع الإعلانات ولكن لم تغير قلب وحياة الإنسان أخيرا جاء يسوع وولد من عذراء عاش حياة خالية من الخطية علم صنع معجزات ولكن الشيء المتميز في المسيح مش أجل حتى يكون سوبرمان يفرج معجزات وتعليم وأشياء متفوقة كان إنسان كامل اتعاطف مع جسم بشريتنا اتعاطف معنا لكي يفدينا ثم بما أنه الإنسان الكامل صنع فداء وكفارة لكل البشرية فإذن يسوع المسيح متميز فالمسيح جاء ولد لكي يموت يموت على الصليب نعم صليب العار ولكننا نفتخر أنه مات وأخذ مكاننا وعقابنا عقاب كل خطايا البشرية ولكن تصريحات المسيح لازم نتبهلها اتكلم عن القيام المسيح أقام الموتة بل أقام نفسه من الموت ما فيش أي شخصية في كل الوجود تستطيع أن تقيم نفسها المسيح أقام نفسه وظهر للتلاميذ أربعين يوم وصعد إلى السماء أمام التلاميذ وأرسل الروح القدس وابتدأت الكنيسة هذا ما يميز شخصية المسيح لم يرسل جيش بل ناس تألمت وماتت من أجل رسالة يسوع المسيح من أجل هذا نحن نفتخر بيسوع المسيح المتميز نخد مكالمة أخرى أهلا وسهلا مين معانا على الهوى أخت رشا أنت معانا على الهوى أيها معايك أهلا وسهلا أخت رشا ربنا يباركك وربنا يقويك الأخت رشا نور طبعا بتعرفوها دائما بتشاهدوها على البرامج ولسيما مع برنامج ليكون نور كل سنوة تسالمي أخت رشا أنت تعتبر أم للكثيرين من بداية إيمانك ولما بتطلع اليوم وين وصلنا شو يعني إيه اللي بدور في ذهنك يعني كنا وصلنا إلى هذا الوضع إيه اللي عوزة شاركي عايزة أقول أنه مجد آه وبيوصل كلمته وبيوصل محبته آه لكثير من البشر ربنا بي بيفتقد آه المسلمين يعني في العالم كله وعايزة أقول مش بس كمان المسلمين لكن هو بيفتقد العالم قبل ما جئه آه كنا زمان نشوف العابرين آه عداد آه مئات دلوقتي بقوا ملايين والعادات عملت زيد لأن محبة الرب الغنية عاملة زي النهر اللي يمكن إنسان يقدر أنه ويقف ويشو آه محبة بت بتقتحمك بت آه آه بتملح حياتك بتوريك قد إيه إن عنده فراغ آه وهو ما عندوش المسيح أنا أما جيت للمسيح حسيت بالنور اللي بيضيء حياتي وأدرت إن أنا كنت عايشة بزرمة رهيبة جدا ولأن النور دهوت أنا حياتي كنت بحب أشارك بعمل الله في حياتي مع أي بني آدم بتقابل معي ونشكر الرب من أجل القنوات الفضائية من أجل قناة الحياة والأجل بنا يكون نور اللي خلص يوم مش الأعداد يعني محدودة آآ ناس بتقابل معي هم لكن يقدر يوصل لملايين من البشر اللي فعلا يعني شافوا التغيير اللي حصل معي ومع نفتن يا كتير وعرفوا قد إيه المسيح بيعرف بيغير إنسان من جوه مش بيغير تغييرات خارجية ما بيقول لك شي لبس وتوضى وأعمل ممارسات خارجية لكن بيغير إنسان من جوه بيغير بيغير حياته بيغير تفكيره وهو ده الحاجة العجيبة اللي بيعملها المسيح المعجوزة اللي بيعملها المسيح آآ أنا بشكر يعني يعني مشكورة أخم الظهر لك أنت يعني يعني عملت البرنامج النهاردة لتذكر يوم العابرين يوم العابرين ده يوم غالي جدا علي يوم مميز جدا لأن طبعا يوم العابرين كل العابرين فيه بيحتفل وده يوم مميز للعابر إنه يقول أنا حياتي تغيرت أنا حياتي تبدلت أنا يسوع دخل حياتي أنا يسوع استقت حياتي وعايز أقول كمان إن يوم العابرين ده بيجمع كل العابرين في كل أنحاء العالم ناس كلها بت بتحتفل بيه باختلاف الجنسيات بتاعتهم كل عضروا إلى نور المسيح وده حاجة مميزة جدا أنا بشكر كل إنسان يعني كان على قلبه الأفض عايز أقول النهاردة يعني نكون النهاردة حد رائع جدا معينا في خدمة العابرين كان قب جميل جدا كان خدم مميز جدا جدا كان بيتفعل في خدمة العابرين بشكل أنا مشروبت جزي بصراحة في خدمتي بقالي دلوقتي 33 سنة مع الرب أنا مشروبتش حد بيختم الرب زي ما هو كان بيختم طبعا أنا عايزي أهله هو الدكتور رقوف ده كان حد مش عايز أقول أدئي كان عنده أبوه وعنده محبة كان صعلا يوصل محبة الرب يعني حب الرب للناس وأنا بصلي أن ربنا يعني يقيم الناس من الكنيسة يكون على قلبهم الخدمة هيته على قلبهم العابيرين يكونوا بيقدروا محبة 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 عنصرية أنت فيه فأني كنيسة فأني مش عارف إلي لكن محبة كلا محبة يسوع اللي كفيد بتهمر أي بني آدم يعبر إلى نور المسيح آمين آمين يعني بحتفل مع كل العابرين وبعيد على كل عابر سواء كان معينا أو بيحضر معينا في الخدمة عندنا أو يعرفني عن طريق التلفزيون بقوله كل سنة وتطريب النهاردة يوم مميز ليك النهاردة عبر عن التنامك للرب شارك اختبارك مع كل بني قدم تأكل وصل كلمة المسيح علشان الناس تيجي للرب الرب اللي غير حياتك شارك بالتغيير اللي حصل بحياتك علشان تمتد رسالة المسيح وتوصل محبة المسيح لناس كتير ربنا يباركك أخت رشا وتعزياتنا لكل الأسرة ربنا يستخدمك كمان في هذه الظرف الصعب هو دكتور رقوف هو مع الرب يسوع المسيح حاليا أمين بحب أوجه رسالة كمان لكل المضطهدين وكل اللي بمروا بظروف صعبة جدا من أجل إيمانك من أجل محبتك ليسوع المسيح أنا عاوز أشجعك أثبت الرب رب جاي عن قريب وإحنا في الترانزيت صدقوني مش هاي هي الحياة ما مفيش رجاء حتى في هالحياة ولكن رجاءنا في يسوع المسيح إحنا في الترانزيت للأبدية ربنا يشددكم أنتو في محبتنا وصلواتنا كل المضطهدين كل اللي بواجهوا كل أنواع التحديات وكل أنواع الاضطهدات وإحنا عارفين عن كتير ناس اللي بمروا في الظروف صعبة جدا الرب يغمركم بحضوره الرب يثبتكم الرب يشجعكم الرب يعزيكم وبصلي من أجل كل المضطهدين والمقاومين أنه يعرفوا كمان الرب يسوع المسيح قبل ما أخذ المكالمة رح أخذ فاصل قصير اشتركوا في القناة موسيقى أهلاً أحبائنا مشاهدينا مرة تانية بحييكم واليوم هو احتفال ذكرى العابرين لكل عابر كل سنة وانت سالم كل سنة وانت سالمة وكل عام وانت بخير ربنا يحميكم ويبارككم ورب يشجعكم ويقويكم أيضاً رح أخذ مكالمة من أم أحمد أم أحمد أهلاً وسهلاً أنت معنا على الهوى أم أحمد أهلاً وسهلاً أهلاً أهلاً أم أحمد يعني أنا سامعك بسامعتيني طيب أم أحمد يعني اليوم إحنا بنحتفل في ذكرى العابرين وإحنا قلنا في البداية إنه فيه أعداد كبيرة اللي رجعوا ليسوع المسيح إيه اللي جذبك ليسوع المسيح أولاً أنا بشكركم أن تكوني فرصة الناس تسمع أني أشهد لنبد ربنا بشكركم كل قلبي وربنا يبارك خفتك ويباركك ده أولاً أما أنا أول حاجة دعباتي المسيح أو من بعطاقة بأنا لدين المسيحية ولما أنا دخلت لدين المسيحية رجعت أنه هو مش دين هو علاق مع الله أني أنا تحرّف من القيود أقدر أسأل أقدر أسأل الله إزاي قال أكذا إزاي حصل كذا إيه الأجراء التريفية لأن حدث الكولاني لكن قبل كذا مكذبية حق إني أقبل مكيدة أي حاجة حرام أي حاجة غير مصدولة أم أحمد صوتك 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 واصل لا دلوقتي واصل يس أوكي فالتحرّر ده خلّوني وحسيت أن ده سهلاً فيه الله حقيقي في الدين ده أقدر أسأل مفيش مفيش حاجة مع حدود إن أنا متألش الله بيسترم عقلي لازم نسأل وقف كل مفيش حاجة ليها سبب فده كان ده لي حاجة مريشة أصلاً لاني سيكون راقة مع المسلح رجع راح الصوت كمان مرة أم أحمد دلوقتي سامعك تفضلي أم أحمد أم أحمد أحمد إحنا راح نرجع لك كمان مرة إذا فيه مكالمة إذا فيه مكالمة تانية أنا ممكن أخدها طيب آسف أنه يعني الصوت مش واضح كتير من أم أحمد إن شاء الله ننصلح هذا الموضوع مع أنه الوقت عم بيقترب ولكن إحنا عاوزين نعطي فرصة وصوت لأكبر عدد وكنا اليوم نتمنى أنه البرنامج أو الحلقة أطول لأنه صراحة فيه كمان بعض الأشخاص اللي كانوا ممكن يشاركوا ويحبوا يشاركوا معنا أول ما بيزبط الصوت أنا بحكي طبعا للمخرج ممكن ترجعوا للصوت حتى تكمل رسالتها أم أحمد وإذا فيه حد تاني كمان أهلا وسهلا ممكن يشارك أم أحمد أنت معانا الآن أيوة أنا كده سمع كويس طيب ممتاز اتفضل اتكلمي أنا كنت بقول أني أنا فخورة بمعرفة المسيح وده يعني كرم كبير من ربنا أنه هو افتقدني وأنا كنت في ودي الظلمة كنت بعيد 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 فالحاجة اللي لفتت انتباهي للمسيح أنه هو مدينة حرية نسأل عندنا حرية نتكلم عندنا حرية ما عندناش قيود زي أي دين تاني فده بالنسبة لي يعني تصرت من علي أقدر أتكلم وأعمل علاقة مع الله الله حي بيسمعني الله مش غايب ولا بعيد أيوة أم أحمد إنت سامعتيني أنا كده سامح عليك كويس جدا طيب يعني دايما فيه سؤال يسأل أنه طيب لو حدثت الحرية في بلادنا العربية وشمال أفريقيا مثل حرية الغرب وأمريكا كندا أستراليا أوروبا في البعض بقول أنه أغلب العالم الإسلام ممكن يصير مسيحي أنا بالفعل بالفعل عندي أصدقاء مسيحيين في السر بس منتظرين الفرصة أن هما يظهروا للنور مش هقول لك واحد ولا اتنين يعني أنا اللي عرفتهم وكنت بروح معهم الكنيس عشرات عشرات فدول أنا هتكلم عليهم بس فما بالك اللي أنا ما عرفهمش يعني في محافظتي أنا الواحد عشرات أنا عرفاهم مؤمنين جدا بالمسيح ولكن لا يستطيع أن يجهروا بذلك يعني خالك عارف كويس أول اللي يجهر بذلك يعني حد الردة والكلام ده فهما يدونا يعني هو القرآن نفسه آية منشق فلياقمن منشق فلياقف ادونا بقى طبقوا بس الآية دي وشوفوا شوفوا النعمة اللي الناس عايشين فيها تحت تحت الأرض وتنظهر ازاي ادونا حقنا ان احنا نعيش يعني ازاي بتنقض نفسك وتقول لي هنا براحتك عايز تقوميني بينا قوميني وبعدين تقول لي المرتدي يقتل سبني براحتي سبني أختار إلهي بشكل بحرية أنا أنا اللي هقابله في الآخر أيها طيب أكيد في كتير ناس عم بسمعوك من المؤمنين من خلفية اسلامية ولكن يعني ما أعلنوا إيمانهم بشكل واضح إيش رسالتك لهؤلاء الناس أقول لهم تمسكوا وإنتوا في التجارب اللي بتبقى قبل يعني كل واحد ليه وقته هيظهر نفسه وهيطلع على الملأ ويقول أنا مسيحي بكل فخر لكن في الوقت اللي قبل كده بيمروا بتجارب صعبة جدا ولكن ياذا الله بتبقى ظهرة كان أجمل وقت في حياتي ما سكى فيه مشابكة إيدي في إيد الرب يسوع المسيح وأنا بتطهد وأنا بتئذي وأنا بيتسلب أموالي وبيتسلب حكتي قدام عيني ولكن كنت الله ماليني سلام ومشبعني هم مش قادرين يفهموا إن اللي بيوصل فعلا لمقابلة السيد المسيح بيجبع لا يريد شيء حقيقي حقيقي من كل قلوبنا بيجبع عاطفيا بيجبع مديا بيجبع معنويا بيجبع وأنا بتمنى إن الناس اللي هي متحجرة قلوبهم ومن ضمنهم أهلي أتمنى وبصللهم من كل قلبي بس يدر ربنا فرصة يقبلوا ويسمعوا لأنه مش هيفرد نفسه على حد هو هيكلم معاك قبلته اتفضل ما قبلتوش أنت حر هو بخلقك حر ومديك الحرية بس أنا ببوس على رجليهم نفسي يدوقوا الحلاوة اللي أنا دقتها نفسي يدوقوا الشبع والفرح والسلام والنعمة يا أسيس أنا بحس إني أنا هنا عايشة في الأبدية لا ينقصني شيء كل تصوري عن الجنة اللي كنت الأول بيقولوا أنهار عسل يا يسوع فأنا بالفعل في الجنة فهم حرمين نفسهم من الجنة على الأرض وفي الأخرة فأنا يعني بصلي من كل قلبي للمتحجر قلوبهم اللي بيرفضوا يسمعوا بدل ما تلف حوالين الحجر اللي لا ينفع ولا يضر فوق ادي فرصة لله يشتغل في قلبك ينظف إذا دخل النور ذهبت الظلمة لا أثر ليها ادي فرصة للنور يدخل قلوبك نفسي نفسي أبوس على رجل كل واحد يدي لنفسه فرصة مش هقولك خش الإيمان ادي لنفسك فرصة اقرأ اقرأ وافهم هات التسلسل التاريخي افهم احنا ازاي كنا قابلين ان يبقى القدوة بتاعتنا متزوج من طفلة وبيشرح انا كنت رحيم بيها وما دخلتش عليها بيشرح كلام لا يقبله بشر على بنته أبدا 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 يا جماعة احنا انا من الناس اللي كنت مقيدة انقالة فقط صاد كنت بقول كده أنا بنفسي كنت بقول كده فعشان كده بقولهم ضوء الحلاوة ادوا لنفسك فرصة النور اللي كنت تقلوك أمين أخت أخت يعني ربنا يباركك أم أحمد وربنا يستخدمك أنا عارف إن الوقت عم بمر بسرعة ولكن بشكرك على كل تجريع وانا عاوز أقولك كل سنة وانت سالمي وربنا يعطيك سنين خير وبركة ورح أعتذر لأخت مريم من السودان إن شاء الله في حلقة تانية بتكون معنا أنا عاوز أقول أحبائي في الختام رسالة المسيحية رسالة الخلاص من الخطية ورسالة الخلاص للحياة الأبدية رسالة المسيحية رسالة المحبة رسالة الغفران رسالة السلام رسالة البركة رسالة التغيير رسالة الحرية رسالة الشفاء رسالة فعلا بينقل من الظلمة إلى النور الرب يبركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر